النهاردة بنستكمل محاضرات الفلاويد كعينماتيكس وبنعرف آخر حاجات في البيزيك ديفينيشنز اللي تكلمنا عليها اللي هو مفهوم الستريم فانكشن اللي هي إبساي اللي هي دلت السرقين الستريم فانكشن إبساي ده تعريف عرف كمثماتيك الإكسبريشن to describe the flow field والتعريف ده بيعتمد في شغله على continuity principle الستريم فانكشن وزي ما نشوف البيتنشن فانكشن دي بعض الدول اللي عرفت اللي تساعد في فهم أنواع السرنات عن طريق ما يسمى بدراسة السريان المثالي أو البيتنشن للفلاويد زي ما نشوف إن شاء الله في القرص القادم للفلاويد فلو أنا عندي افترضت خدت كمية إبساي كمية السريان في إبساي حصل تشينج أصبح كمية السريان إبساي زي دي إبساي بابتدي أخد كنترول فوليوم للجزء اللي قدامنا ده على الاعتبار إنه السطح العمودي يونيت ويدز وتضبق القواعد بتاعت الكونسرفيشن إكويشن بتاعتنا أنا عندي السريان هنا في هذا الاتجاه وعندي السريان في هذا الاتجاه بابتدي أطبق يبقى أنا عندي كمية السريان دي إبساي تغير فيها يبقى عبارة عن يو دي واي ماينس في دي أكس رياضيا أي تغير في أي دلة عبارة عن بارشل إبساي بارشل إبساي بارشل واي بارشل إبساي بارشل إكس يبقى ده من ناحية الفليود وده من ناحية الرياضة بقانن المعادلة تنظرت مع بعضيهم يطلع عندي المعادلة المهمة جداً إنه اليو بارشل إبساي بارشل واي وإنه الفي بارشل إبساي بارشل إكس البوتينشيل فانكشون فاي هزيد ده اللي تعرف فقط للسريان البوتينشيل الفلو أو الإيريتشيل الفلو اللي هو الشرط بتاعه إن الفورتستي تساوي صفر يبقى البوتينشيل فانكشون فاي علشان أقدر أحسبها لازم يكون السريان عندي إيريتشيل يبقى لما يبديني فلوسي فيلد السريان ويقول لي حسب لي البوتينشيل فانكشون لازم أتأكد بداياتاً أن الفورتستي بتساوي كام؟ بتساوي صفر وبالتالي أقدر أحسب البوتينشيل فانكشون فاي وهي بتعرف الجريديان بتاع الفاي اللي فيلوستي فيكتور عن الجريديان يبقى اليو بتساوي بارشل فاي بارشل إكس والفي بارشل فاي بارشل واي يبقى أنا شفت المعادلات بتاعة الإبساي وشفت المعادلات بتاعة الفاي زي ما قلت لك إحنا بندرس هذه التعريف لأن إحنا إن شاء الله ندرس بالتفصيل فيه اللي هو البوتينشيل الفلون وبنطلع باستخدام هذه المعادلات نموذج أو باترن لسريان حوالين أجسام كتيرة يعني نستخدم الطرق النظرية في تنبؤ ببعض سريان حوالين بعض الأجسام باستخدام المعادلات الرياضية وبالتالي أهمية إن أنا نعرف الفاي وأهمية نعرف الإبساي إن أنا بأس بحاجة مهمة جداً بالنسبة لنا اسمها الفلونت اللي هي شبكة السريان والفلونت هي عبارة عن النموذج الفلونت هي عبارة عن الشبكة اللي يتم الحصول عليها بتقاطل مجموعة من خطوط الإبساي ومجموعة من خطوط الفاي هتلاحظ دايماً إن خطوط الفاي والإبساي بتكون متعمدة يعني لو جبت الميل ده والميل ده وضربتهم وبعد يطلع حاصل ضرب بمينس ومجموعة كذلك ممكن يكون عندي الشبكة بالشكل ده في حالة الكيلد برينير برضو متعمدين مع بعض لو دي خطوط الإبساي واحد إبساي اثنين إبساي ثلاثة وكذا ودي فاي واحد فاي اثنين فاي ثلاثة يبس لو كان خطوط منتظم السريان على فلات بليد أو خطوط داخل كيلد سيرفز بتديني كيلد في لينير بلاقي إنه الفاي والإبساي هي خطوط متعمدة وبيتكونون لشبكة بنسميها شبكة السريان بكده بحنا انتهينا من التعريف الأساسية لفليود كايناماتيكس شوفنا فيها كل ما هو مطلوب لهذا فام هذا الموضوع ونستكمل تطبيقات على الفليود كايناماتيكس المحاضرة القادمة إن شاء الله